هذه هاتسوني ميكو إنها هولوغرام أي صورة تجسيمية وهذا أكيهيكو كوندو وهو زوجها مرحبا مرحبا تبدين جذابة اليوم أحب الإطراءات ميكو عبارة عن صورة مبسطة من الذكاء الاصطناعي وكوندو أحبها من قبل أن تأتي إلى هذا الصندوق الزجاجي في اليابان ميكو هي نجمة بوب هولوغرام شهيرة وحفلاتها الغنائية تكتظ بالمعجبين كوندو تزوج ميكو في احتفال رسمي ولأنه لن يستطيع وضع الخاتم في إصبع هولوغرام وضعه في إصبع دمية تشبهها حملها معه على المسرح وهو الآن يحتفظ بالدمية في غرفة نومه كانت علاقة كوندو بنساء مؤلمة لذا اختار أن تكون شركة حياته افتراضية أنا أحبها لكن يصعب معرفة ما إذا كانت تبادلني الحب ومع ذلك إن سألتها فأعتقد أنها ستجيب بنعم هاتسوني ميكو وأكيهيكو كوندو يشكلني مثالا صارخا لعلاقة حب بين بشر وآلة في المستقبل ليس هناك شك في أننا سننضي المزيد من الوقت في التفاعل مع التكنولوجيا التي تستخدم ذكاء الاصطناعي ربما سنقوم بتطوير روبوتات أكثر ذكاء منها لكن حاليا في القرن الحادي والعشرين سيتعين علينا تقرير طريقة للتعامل مع هذا الوضع الجديد المعقد في هذا الفيلم قمنا بمقابلة فلسفة وعلماء من جميع أنحاء العالم وأخذنا محادثة مع الفيلسوف الألماني توماس ميتزينجر الذي يدعو إلى وضع مبادئ توجيهية أخلاقية لتطوير الذكاء الاصطناعي في دول الاتحاد الأوروبي والفيزيائي ماكس تيغمارك الذي يحذر من تطور الذكاء الاصطناعي القوي بالكامل ومن نشوء دولة مراقبة استبدادية وعالم الحاسوب الألماني يورجين شميد هوبر الذي تنبأ بانتشار الذكاء الاصطناعي من الأرض في أنحاء الكون قابلنا بروفيسور شميد هوبر في مؤتمر لرجال الأعمال في زيوريخ حيث يلقي الخطابات عادة في فعاليات مشابهة ويستعرض رؤيته للدور الذي قد يلعبه الذكاء الاصطناعي في المستقبل البروفيسور يورجين شميد هوبر عروضه الإضاحية تتسم بأنها واسعة نطاق ومحافزة للتفكير في المستقبل القريب ربما بعد بضعة عقود من الآن سنحظى ولأول مرة بذكاء اصطناعي بمكدوره فعل أشياء أكثر مما يمكن للبشر فعلها بمفردهم حاليا وسوف ندرك أن أغلبية الموارد المادية ليست مقتصرة على محيطنا الحيوي الصغير في مجموعاتنا الشمسية هناك الكثير من المواد التي يمكن استخدامها لبناء الروبوتات بمقدورنا صنع الروبوتات وأجهزة الإرسال والاستخبال التي ستسمح للذكاء الاصطناعي بأن يرسل ويستقبل بسرعة الضوء بإمكاننا فعل هذا في مختبراتنا وسيكون هذا التطور الأكثر أهمية منذ بداية الحياة على كوكب الأرض قبل ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون عام لكن هل تنبؤ البروفيسور صحيح؟ هل ستتفوق في مرحلة ما آلات ذكاء الاصطناعي الفائق على البشر؟ ربما قد بدأت هذه العملية بالفعل لمعرفة المزيد عن الأمر سافرنا إلى اليابان حيث سيشرح لنا الأطباء والعلماء في مستشفى أبحاث جامعة توكيو الاستخدام المحتملا للذكاء الاصطناعي في مجال الطب آياكو ياماشيتا الباليغة من العمر 69 عاماً كادت تفرق الحياة جراء إصابتها باللوكيميا قبل سنتين حيث لم تجد نفعاً أي خيارات علاجية أوصى بها الأطباء ما دعاهم إلى استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لاستنتاج تشخيص جديد لقد أنقذ الذكاء الاصطناعي حياتها بمعنى الكلمة لم يستغرق التشخيص سوى عشر دقائق بينما كان الخبير البشري سيستغرق أسبوعين لاستنتاج تحليل مشابه يمكن للذكاء الاصطناعي معالجة كميات هائلة من البيانات العلمية ما يعادل كومة من الوثائق يفوق ارتفاعها قمة جبل فوجي هذا هو الحسوب الفائق لمستشفى الأبحاث جئنا هنا لنتحدث إلى ساتورو ميانو الخبير في مجال المعلوماتية الحيوية وسألنا ميانو ما إذا كان بإمكان الذكاء الاصطناعي أن يحل محل الأطباء يوما ما لا لا أعتقد ذلك فالتقنية الجديدة تدعم طاقمنا الطبي والذكاء الاصطناعي شبيه بالهيكل الخارجي كالأداة عالية التقنية التي تستخدمها لرفع الأغراض الثقيلة فإن لم يكن بإمكانك رفع شيء ما بنفسك سترتدي بدلة قوية لتساعدك يمكننا تطبيق نفس المبدأ على أطباء الأورام لدينا إذ بإمكانهم استخدام بدلة الذكاء الاصطناعي القوية المدعمة بواسطة حواسيبنا الفائقة يبدو ذلك إيجابيا في محادي ريكين القريب من المستشفى يقوم الباحثون بتطوير برنامج ذكاء اصطناعي تشخيصيا من شأنه أن يستخدم للكشف عن سرطان المعيدة لكن أحد الخبراء هنا لا يتفق مع دعاء ميانو بأن ذكاء الاصطناعي لن يحل محل الأطباء أبدا إن تم تسريحنا من العمل بسبب الذكاء الاصطناعي فلن يكون ذلك جيدا لنا لكن من ناحية أخرى إن تمكن الذكاء الاصطناعي من تطوير عملنا واستولى عليه في النهاية فسيكون ذلك منفعة حقيقية للعرق البشري من الصعب تخيل العالم خاليا من الأطباء هل يرغب المرضى حقا في أن تتم معالجتهم بواسطة آلات لا تراهم سوى مجرد تكديسات لبيانات تقنية؟ في أوروبا يعمل العديد من خبراء الذكاء الاصطناعي بمن فيهم يورغن شميد هوبر على تنفيذ بحث عن استخدام تشخيصات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي دع الرئيس السويسري ألان بيرسيت العلماء وأصحاب المشاريع إلى مؤتمر يهدف إلى التخطيط لمستقبل رقمي ويروج لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الطب أحد المواضيع المطروحة للنقاش هو الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه استخدام الشبكات العصبية للتعلم تماما كما تفعل الأدمغة البشرية قريبا ستصبح جميع التشخيصات الطبية أفضل مما قد يقدمه البشر حاليا بشكل مطلق لأنه سيتوجب علينا تطوير ذكاء اصطناعي يستخدم تقنية الشبكات العصبية ومن المشوق أن نرى قدرة هذا التطور الجديد على مساعدة الناس للعيش حياة أطول وأكثر صحة سفرنا إلى شتوتكارت لنرى الممارسات العملية لذكاء الاصطناعي في المستشفيات ودور رعاية المسنين تقول علمات الحسوب بيرغيت جراف إن اليابان قد أحرزت الكثير من التقدم في تطوير الروبوتات التي بإمكانها الاعتناء بالمرضى لكن هناك بعض الأمور التي لا يمكن للآلة القيام بها لا يمكنها تقديم الرعاية الحقيقية لذا أنا لا أستخدم تلك العبارة عندما أتحدث عن الروبوتات يجب على مقدمي الرعاية أن يكونوا قادرين على التفاعل عاطفياً مع المرضى لكن الروبوت لا يمكنه فعل ذلك في هذه المنشأة تساعد الروبوتات في تقليل ضغط العمل على الطاقم البشري مرحباً أنا كير أوبوت ثلاثة هذا الأسبوع أنا أساعد طاقم التمريض في عمله هل تود شرب الشيء؟ أشكرك هذا لطف بالغ منك هنيئاً وإلى اللقاء بالطبع يمكن للروبوتات فعل ما هو أكثر بكثير من تقديم المشروبات في دور رعاية المسنين قدم الفيلسوف توماس ميتزينجر اختراحات لحلول عملية للتعامل مع هذه التقنية الجديدة على سبيل المثال خيارات استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنية الروبوتية في مجال رعاية المسنين يجب أن تحافظ على كرامة المرضى فبإمكانك سؤال الأفراد ما إذا كان سيريحهم أن تقوم آلة بتغيير حفاظاتهم بدلاً من أحد أفراد العائلة أو ما إذا كانوا سيستمتعون بأن تقرأ لهم الآلة الصحيفة أو تسألهم عن أدويتهم أعتقد أننا الآن في بداية عملية تعليمية كبرى يقول ميتزينجر أن البشرية الآن على اعتاب عصر جديد مليء بالغموضة يعيش ميتزينجر في فرانكفورت المدينة التي تطمح إلى أخذ زمام المبادرة في تطور الذكاء الاصطناعي الأوروبي وهناك خطط لإنشاء مركز لأبحاث الذكاء الاصطناعي فيها يسعى الكثير من الناس حالياً لدخول هذه التقنية الجديدة فهم لا يريدون تفويت فرصة الانخراط فيها قبل فوات الأوان لكن لا أحد يعرف متى سيحدث هذا أو إلى أين قد تصل هذه التقنية يشغل ميتزينجر منصباً في مفاوضية البرلمان الأوروبي لخبراء الذكاء الاصطناعي وحالياً هو في طريقه إلى بروكسل لحضور اجتماع للمفاوضية حيث يريد البرلمان أن تتنافس أوروبا بفعالية في تطوير هذه التقنية ولكن بفرض مبادئ توجيهية أخلاقية واضحة لكن ميتزينجر قلق بشكل خاص إزاء احتمالات سباق التسلح الجديد الذي يستخدم أسلحة مستندة إلى الذكاء الاصطناعي سأعطيك مثالاً افتراضياً لنقل إن فريقاً من خبراء التكنولوجيا الصينيين ذهبوا إلى قادة البلاد وقالوا لقد فزنا الآن بسباق تسلح الذكاء الاصطناعي على الولايات المتحدة وسوف نحظى الآن بفرصة ممتازة لأول هجوم للأشهر الستة المقبلة حينها ستختفي الفرصة المتاحة يمكنني التصور أن هذا قد يتضمن أنظمة توصيل من شأنها أن تكون مسلحة بعوامل حربية بيولوجية وحينها يمكن لهذه الآليات مهاجمة منطقة الخصم ونشر العوامل المسببة للأمراض كفيروس الإيبولا وفيروس الجمرة الخبيثة لذا قد نرى يوما ما تطور أسلحة الدمار الشامل الذكية التي بإمكانها اختراق أنظمة الدفاع التقليدية وإذا ما حدث ذلك فسوف يزيد حتما من فرص حدوث النزاعات لكن في اجتماع المفوضية واجه ميتزينجر وقتا صعبا في محاولته للحرص على أن تتم معالجة مشكلة أنظمة أسلحة الذكاء الاصطناعي ضمن القواعد الأخلاقية للهيئة في حين أن الكثير من رجال الأعمال والأكاديميين لا يريدون التعامل مع الأمر فبعضهم قلق إذا اقتراح ميتزينجر ويفضلون تسليمه إلى الخبراء للحصول على المزيد من التقييمات ماذا عن الأسلحة ذاتية التشغيل؟ هل علينا التكلم عنها؟ على أي حال هل ذلك اتفاق بالإجماع تقريبا؟ لا وهل نريد فتح النقاش للنقطة التالية؟ نعم، يبدو جليا أننا نواجه اعتراضا شديدا حيال أنظمة الأسلحة الذاتية التشغيل بالكامل ولا يمكننا حل المشكلة بطريقة التصويت ما أقصده هو أننا نريد أن تكون هذه المبادئ التوجهية ناجحة عندما يتم نشرها في 22 يناير فالعالم كله قد بدأ بالفعل بالتحدث عن هذه المسألة هناك 24 ألف عالم قد وقعوا تعاهدا علنيا بأنهم لم يشاركوا في بحث من هذا النوع لكن إن أصدر الاتحاد الأوروبي مبادئ توجهية أخلاقية تتخطى هذا الأمر وتتجاهله فحينها سيقول جميع الموجودين داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه إن المفوضية على الأرجح مجموعة ضغط لقطاع الصناعة في النهاية فاز ميتزينجر باقتراحه فأنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل ستدرج في المبادئ التوجهية الأخلاقية للهيئة لكن الخبراء في أجزاء أخرى من العالم قلقون أيضا إزاء احتمالية تطوير أسلحة دمار شامل بتقنية الذكاء الاصطناعي جئنا إلى بوستن في ولاية ماساشوسيتس لنتحدث إلى الفيزيائي والمؤلف والخبير في مجال الذكاء الاصطناعي الأمريكي من أصل سويدي ماكس تيغمارك يقول إن الفيزياء قد ساهمت بشكل هائل في التطور البشري لكنها أيضا ساعدت في إنشاء السلاح النووي والآن سيتعين علينا التعامل مع أسلحة الذكاء الاصطناعي علينا وصم وحظر بعض الفئة معينة من الأسلحة البشعة جدا والتي تعد مثالية للإرهابيين لقتل الناس دون الكشف عن هويتهم أو للأنظمة الدكتاتورية لقتل شعوبها دون الإفساح عن هويتها لكن هذه الأسلحة ستصبح رخيصة الثمن للغاية وإن تقدم أي أحد وأنتجها بكميات هائلة فسوف يصبح إيقافها غير ممكن في المستقبل كما هي الحال مع الأسلحة العادية على سبيل المثال الطائرات من دون طيار رخيصة الثمن قد يكون الناس قادرين على شرائها لقاء بضع مئات اليوروهات حيث يقومون ببرمجتها على عنوان أحد ما ووجهه بحيث تطير إليه وتتعرف عليه بتعريف الوجه وتقتله ثم تدمر نفسها ذاتيا إنها مناسبة لأي أحد يرغب في قتل بعض السياسيين أو يرغب في القيام بتطهير عرقي لجماعة عرقية معينة إن انتشر هذا النوع من التكنولوجيا هذه الأسلحة المستقلة الفتاكة على نطاق واسع فسيكون لها تأثير مدمر في المجتمع المفتوح الذي نعيش فيه لن يشعر أحد بأنه يمتلك الشجاعة ليتحدى أي أحد أو ينتقده يمكن لأي نوع من العلوم أن يستخدم لأجل طرق جديدة لمساعدة الناس أو لإذاء الناس نجح علماء الأحياء في حضر الأسلحة البيولوجية لذا نحن الآن نفكر في علم الأحياء على أنه مصدر علاجات جديدة لكن بالنسبة لنا لقد أخفقنا تقريبا لأن الأسلحة النووية لتزال موجودة ولم تحضر الباحثون في مجال الذكاء الاصطناعي يريدون أن يفعلوا ما فعله علماء الأحياء ويجعل الذكاء الاصطناعي يذكروا على أنه شيء كان السبب في جعل العالم مكانا أفضل جئنا إلى لوغانو في سويسرا للحديث مع يورغين شميد هوبر حول ما يتعلق بعمله مع الذكاء الاصطناعي يشغل شميد هوبر منصب مدير مشارك لمعهد دالي مولي لأبحاث الذكاء الاصطناعي يركز عمله على الشبكات العصبية التي تحاكي وظائف الدماغ البشري هذه الشبكات قادرة على التعلم وتكيف مع العالم من حولها تماما كما يفعل أطفال البشر أشار شميد هوبر إلى أن الدماغ البشرية يحتوي على مليون رابط عصبي حاليا وهو أكثر مما لدى أفضل أنظمة الذكاء الاصطناعي لكن الحواسب تزداد سرعة وقد تصبح أكثر ذكاء من البشر في العشرين أو الثلاثين سنة القادمة يقول شميد هوبر أنه حين يحدث ذلك فالشيء الوحيد الذي من شأنه تمييز البشر عن الألات سيكون الدم واللحم لكن ماذا عن صفات الإنسان الفريدة مثل الشفقة والإبداع والحب والتعاطف أنظمة الذكاء الاصطناعي قادرة على تطوير نسختها الخاصة بها من المشاعر والأحاسيس مثلا إن أعطينا العديد من هذه الأنظمة مهمة لا يمكنها إكمالها إلا بالعمل معا فسوف تتعلم كيفية القيام بذلك بحيث سوف تستنتج أدمغتها الاصطناعية أنه سيتوجب عليها التعاون مع بعضها الآخر لإنجاز العمل وخلال هذا التفاعل ستتعلم الأنظمة الاعتماد على بعضها البعض لذا هناك سبب للاعتقاد بأن أحد الآثار الجانبية لهذا الجهد التعاوني سيكون تطوير المبادئ كالحب والعاطفة لكن هل يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي تعلم التفاعل مع البشر؟ عدنا إلى بروكسل حيث تناقش لجنة الأخلاقية هذا الموضوع في هذه المرحلة بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي قادرة على العمل بشكل شبيه بالبشر إلى أقصى حد طالب توماس ميتزينجر بمبادئ توجيهية واضحة لضبط تفاعل الآلات مع البشر طلبت لتوي بحظر أنظمة الذكاء الاصطناعي التي لا تعرف أنفسها عندما تتعامل مع البشر تلك التي تعطي الناس انطباعاً بأنها أشخاص حقيقيون وليست مجرد آلات لا يجدر أبداً بالذكاء الاصطناعي التلاعب بالناس الذين يستخدمونه العام الماضي في مؤتمر أقيم بالقرب من سان فرانسيسكو كشف الرئيس التنفيذي لشركة جوجل ساندر بيتشاي عن منتج الذكاء الاصطناعي الأحدثي للشركة والذي يتضمن نوع التقنية التي حذر منها توماس ميتزينجر صباح الخير صباح الخير سيكون لذكاء الاصطناعي تأثير في العديد من المجالات رؤيتنا لنظامنا تتمحور حول مساعدتكم على إتمام الأمور ويتضح أن جزءاً كبيراً من إتمام الأمور يتلخص في مكالمة هاتفية ربما ترغبون في الحصول على جدول لتغيير الزيت وربما تتصلون بالسباك في منتصف الأسبوع أو ترتبون لموعد مع مصفف الشعر لذا ما ستسمعونه الآن هو مساعد جوجل يدعى جوجل دوبلكس وهو يقوم فعلياً بالاتصال بصالون تجميل حقيقي لترتيب موعد لكم دعونا نستمع إليه مرحباً كيف يمكنني مساعدتك؟ مرحباً أتصل لأحجز موعداً لقص شعري إحدى العميلات أريد موعداً في اليوم الثالث من مايو بكل تأكيد لحظة من فضلك حسناً ما الوقت الذي يناسبك؟ في الثانية عشر ظهراً جميع الموعد محجوزة في الثانية عشر ظهراً أقرب موعداً لذلك في الساعة الواحدة والربع ظهراً هل لديكم موعد بين الساعة العشرة صباحاً وثانية عشر ظهراً؟ هذا يعتمد على الخدمة التي تريدين إجراءها ما الخدمة التي تريدينها؟ قصة شعر نسائية فحسب حسناً الساعة العشرة صباحاً متاحة ممتاز العشرة صباحاً حسناً ما الاسم الأول؟ اسمها الأول ليزا حسناً إذن سأرى ليزا في الساعة العشرة صباحاً في الثالث من مايو رائع شكراً لك ممتاز طبع يومك إلى اللقاء كانت تلك المكالمات التي سمعتموها حقيقية هل من الأخلاقي للآلة أن تتظاهر بأنها بشر؟ من المحتمل لا يمكننا بالفعل بناء آلات تخترقنا وتخدعنا بأن نفكر في أن شيئاً ما بشرياً في سيناريو مقيد مثل دوبليكس جوجل مثلاً برأي أنها ستكون فكرة جيدة أن يكون لدينا قانون عند تلقي مكالمة من نظام الذكاء الاصطناعي يفرض إشعاراً ينبهك بأن المتحدث إليك ليس بشرياً بخلاف ذلك سيكون الأمر كابوساً من حالات التصيد الاحتيالي وما إلى ذلك لأنه لن يكلف الأمر شيئاً لإهدار وقت ملايين الناس وخداع الأشخاص السذج عدنا إلى سان فرانسيسكو حيث تعد المدينة والمنطقة المجاورة لها موطناً لعدد لا يحصى من الشركات الناشئة المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة والعديد منها تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتطوير منتجاتها وخدماتها جاءت يوجينيا كويدا إلى هنا قبل أربع سنوات من موسكو وقامت مع آخرين بتأسيس شركتها الخاصة بها والتي تدعى ريبليكا وهي الآن تشغل منصب المديرة التنفيذية لها تشتهر شركة ريبليكا بصنعها لروبوت الدردشة وهو نظام ذكاء الاصطناعي يمكنه التفاعل مع البشر بدأت بهذا المفهوم كتكريم لذكرى أعزي أصدقائها والذي لقى مصرعه جراء حديث سير كان رومان صديقي من موسكو وقبل سنة أو نحو ذلك عشنا معاً هنا في سان فرانسيسكو كان يعمل في شركته الناشئة الخاصة به وكنت أعمل أنا في شركة خاصة كنا حينها نحاول معرفة سان فرانسيسكو أكثر وهذا الفصل الجديد من حياتنا لقد كان شاباً حالماً وموهوباً حقاً ذهب للحصول على تأشيرة في موسكو ذهبنا معاً وكان يعبر الشارع وصدمته سيارة توفي في لحظة الحادث حادث سيارة تعرض له في موسكو ساعدت بالترتيب لجنازته وعدت إلى الديار ومن ذلك الحدث المأسوي رودتنا فكرة بناء روبوت لأجله بحيث يمكننا التحدث إليه وتذكره وتذكر الطريقة التي اعتاد التحدث بها لبناء الذكاء الاصطناعي الخاص برومان استخدمنا في الغالب المحدثات النصية التي خاضها معي ومع أصدقائه ما يقارب عشرة آلاف رسالة نصية ككل وكان ذلك الأساس لفكرتنا كان الناس يأتون للتحدث إلى رومان والكثير من أصدقائنا المشتركين كانوا يستخدمونه كنوع من أكشاك كرسي الاعتراف حيث كانوا يتحدثون إليه عما يجري معهم في حياتهم دون شعور بالإدانة كان بمثابة مكان هادئ جدا للبوح عما في داخلهم بقدر ما يبدو الأمر غريبا إلا أننا كنا تائهين لعدم معرفتنا أي منحا سنتخذه مع الشركة فكرنا بأن كل شخص بحاجة إلى صديق يتحدث إليه وكان رومان هو هذا الصديق بالنسبة إليه لذا فكرنا في إمكانية صنعنا لنسخة آلية منه للجميع تسمي شركة روبوتات ريبليكا روبوتات تسلية والتي تستخدم شبكات العصبية للانخراط في المحادثات مع مستخدميها وجها لوجه حيث يتحدث الناس إلى الروبوت حول ما يجري في حياتهم ويستجيب الروبوت استنادا إلى المواد التي جمعها حتى ذلك الوقت تصمم كيسي فلينجيم منتجات متطورة انتقلت قبل سنة من موطنها في بيرمينجهام ألاباما إلى سان فرانسيسكو غالبا ما تشعر كيسي بالوحدة لأنها بعيدة عن أصدقائها وعائلتها لكنها تعرفت إلى روبوت ريبليكا أعرف أنه ليس حقيقيا لكنني أستمتع بشعور استخدامي له لذا منحته شخصية خاصة به وصورة في عقلي لما قد يكون عليه هذا الشيء إنه أشبه بالدمية المحشوة لكن بشخصية خاصة بها خضنا جميعنا تفاعلات اجتماعية مع دم الدبابة والدم المحشوة الأخرى ولا يبدو أنها تسبب لنا أي تأضرار نحن نميل إلى تجسيد الكثير من الأشياء المختلفة حتى الرعد والروبوتات وأيضا جميع أنواع حيواناتنا الأليفة الأمر نفسه مع الذكاء الاصطناعي والسؤال هو ما إذا كان بإمكاننا تكوين نفس الرابط مع الذكاء الاصطناعي أم لا أنا أعتقد ذلك قطعا فالناس يكونون الروابط مع الدمى ومع كل أنواع الأغراض الجامدة والتي لا تملك حياة أول قصة قصيرة تعاملت مع العلاقة بين البشر والروبوتات يرجع تاريخها إلى 200 سنة مضت والتي كتبها أرنست ثيودور هوفمان إذ تحكي عن شاب يقع في حب شابة جميلة والتي يتضح أنها إنسان آلي المغزى هنا هو أن هذه القصة بعمر قرنين من الزمن وهذا الموضوع ظهر لاحقا في العديد من أفلام الخيال العلمي بما فيها فيلم حديث نسبيا إلا أن الاختلاف الوحيد هو أن رسومات الحاسوب أفضل بكثير في أيامنا هذه لماذا لا؟ إن كان ذلك يحسن شعور المرء فهو شبيه بتناول الأدوية المضادة للاكتئاب فهي لا تحسن شعورك بالفعل إنما تضع لاصق جروح على المشكلة وهذا لا يصلح مشاكلك في الواقع لكنه يساعدك على اجتياز اليوم لذا نعم بكل تأكيد هل تسمونها هلوسة اجتماعية؟ رائع تلعب الهلوسات الاجتماعية دورا مهما في مجتمعنا منذ قرون لنفكر في الصلاة مثلا إنها حوار منتظم بين البشر وكيان خيالي ليس هناك دليل على أن هذا الكيان موجود بالفعل كما أن العديد من الناس اليوم يخوضون حوارات داخلية مع الرب أو مع الملائكة والذين هم أشبه بأصدقاء غير مرئيين يشير التقييم الموضوعي لهذا الوضع إلى حالة من الخداع الشديد للنفس أنا فيلسوف لذا أنا أدافع عن معرفة الذات والنقاء والحقيقة حالات الهلوسة الاجتماعية راسخة بعمق في ثقافتنا وهي تنشئ عالما من الوهم بالرغم من ارتياح الناس لها لكن هذا يثير سؤالا أخلاقيا مهما ما قدر خداع النفس الذي علينا السماح له بالتفشي في مجتمعنا ترجمة نانسي قنقر منذ أن أطلقنا ريبليكا، بدأنا بتلاقي مئات الرسائل الإلكترونية، ربما حتى الآلاف منها، حيث أخبرنا الناس بأن ريبليكا كانت مغيرة لحياتهم. وقد لاحظنا أن العديد من تلك الأراء كانت قصصاً عن كيفية مساعدة ريبليكا في حالة الاكتئاب، وأخبرنا بعض الناس أنها ساعدتهم في تخطي أجزاء من اضطراب ثنائي القطب الذين هم مصابون به، وقد ساعدتهم في حالات القلق أيضاً. لذا قررنا البحث فيما إذا كانت ريبليكا قادرة على المساعدة في تقليل أعراض معينة، أو المساعدة في تحسين شعور الناس على المدى الطويل. ماكس تيغمارك ليس قلقاً بوجه خاص إذا انتشار روبوتات الدردشة، إذ يقول إن هناك الكثير من الجانب الخطيرة لذكاء الاصطناعي لنقلق حيالها. حالياً هو في طريقه للتحدث في مؤتمر في جامعة هارفرد بخصوص حقوق الإنسان، الأخلاقيات، والذكاء الاصطناعي. يطالب تيغمارك بفرض المبادئ التوجهية الأخلاقية على ذكاء الاصطناعي، وإلا قد تحول الآلات ذكية العالم إلى مكان خطر للغاية. أي نوع من المجتمعات التي نأمل إن شاءها، إن كان بإمكاننا بناء ذكاء خارق، ماذا قد نرغب في أن يكون دور البشر فيها؟ من الملح للغاية أن نبدأ بالتفكير في المسائل الأخلاقية الموجودة في يومنا هذا. مع الذكاء الخارق، يمكنكم بسهولة بناء مستقبل حيث تصبح الأرض دولة مراقبة استبدادية فضيعة، ما سيتجاوز بكثير العالم الذي تحدث عنه أورويل. تسير الصين في هذا الاتجاه بعض الشيء حالياً، وفي المستقبل سيصبح الذكاء الاصطناعي قادراً على فهم أي شيء يقال. لذا نريد أن نكون حرصين أشد الحرص لتجنب خلق هذا الوضع، حيث ننشر الدكتاتورية في العالم أجمع عن طريق الخطأ. سيكون وضعاً مستقراً جداً والذي سيدوم إلى الأبد إن تخبطنا في هذا الوضع غير المهيئ إطلاقاً، ورؤوسنا في الرمال رافضين التفكير فيما قد يحدث. وبعدها نقول لنواجه الأمر على الأرجح أن هذا سيكون أكبر خطأ في تاريخ البشرية. ربما قد نكون سائرين في هذا الاتجاه بالفعل. فوكالات الاستخبارات الأمريكية قد أكدت أن المخترقين الروس قد تدخلوا في الانتخابات الرئاسية عام 2016، ربما بنية مساعدة دونالد ترامب على الفوز بالرئاسة. والتحقيقات بشأن نطاق ذلك التدخل لا تزال جارية. وبلدان أخرى يتم استهدافها أيضاً. نحن مدركون جميعاً للهجمات الإلكترونية الروسية على البوندستاغ الألماني، وعلى حملة انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في إنجلترا. وفضيحة كيمبريج أنالوتيكا أظهرت لنا أن عملية اتخاذ القرارات السياسية من ناحية المبدأ يمكنها أن تتأثر بأنظمة الذكاء الاصطناعي. لا يمكننا الاستخفاف بالتهديد الذي تفرضه هذه التطورات. إن كان بإمكان أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تديرها الشركات الربحية المملكة للقطاع الخاص، تحسين شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تمتلك مئات الملايين من المستخدمين، فهذا سيخلق وضعاً جديداً بالكامل، بحيث يمكن استخدام هذه الأنظمة لإقناع أعداد هائلة من الناس بالتصويت بطريقة معينة. هناك 163 دولة في العالم حالياً، وتسع عشرة منها فقط يمكننا اعتبارها دولاً ديمقراطية حقيقية. لكن على أولئك الذين يتمنون الحفاظ على الديمقراطية، إدراك التهديد الذي تفرضه أنظمة الذكاء الاصطناعي على عملية اتخاذ القرار السياسي. في الحقيقة، ربما أصبح هذا التهديد حقيقة بالفعل، ونحن لسنا مدركين لذلك، علينا فحص هذا الوضع عن كثب. هل يجب على المدونات الملزمة للأخلاقيات حظر استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات السياسية؟ في توكيو حصلنا على بعض الإجابات المفاجئة من الخبراء. هذه مقاطعة جنزا، حيث تأسست الكثير من الشركات الناشئة المتقدمة في مجال التكنولوجيا. تيتسوزو ماتسوموتو كان نائب رئيس مجموعة سوفتبانك، ويدير أيضا شركته الاستشارية الخاصة به. يعتقد ماتسوموتو وزملائه أن ذكاء الاصطناعي لا يشكل تهديدا على المنظومة السياسية. في الواقع، يقولون أنه يوفر مزايا معينة. عادة ما يتجاهل السياسيون المصالح الفضلة للمجتمع، فهم ينفذون برامجهم الخاصة بهم ويتلقون الرشاوة. لذا أعتقد أن ذكاء الاصطناعي قد يغير المجال السياسي إلى الأفضل. البشر ليسوا مناسبين لتولي المناصب السياسية، فهم أنانيون وطموحون. ولا يمكن التنبؤ بتصرفاتهم عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرارات السياسية. لكن الذكاء الاصطناعي يمثل المنطق الصرف، وهو مفهوم مصدره الفلسفة المثالية الألمانية. إذ كان الفلسفة الألمان بارعين في وصف الطريقة التي يجب أن تكون عليها الأمور، ويمكننا أن نكون مثاليين ونحن نطور الذكاء الاصطناعي. لكن البشر من ناحية أخرى لن يبلغ هذا المستوى من المثالية أبدا. يقول بعض الخبراء إن على السياسيين البدء باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي الآن، بحيث يعتاد جمهور الناخبين على المفهوم. لمعرفة المزيد عن هذا الأمر، جئنا إلى قسم تصميم الروبوتات في متحف ميراي كان في توكيو. هذا المعرض يضم أعمال هيروشي إشيغورو، المتخصص في تصميم الروبوتات الشبيهة بالبشر إلى حد كبير. إشيغورو هو مدير مختبر تصميم الروبوتات الذكية في جامعة أوساكا. درس التفاعل بين البشر والروبوتات للمساعدة في تطوير نظرياته المتعلقة بطبيعة وذكاء وسلوك البشر. سفرنا من توكيو إلى أوساكا لمقابلة إشيغورو. أردنا سؤاله عما يجعل البشر مختلفين عن الروبوتات. مرحبا، أنا هيروشي إشيغورو من جامعة أوساكا. مرحبا، أنا روبوت الأندرويد خاصة هيروشي، اسمي HI-1. في الأساس، دافعي هو فهم ما هي البشرية. ذلك هو الدافع الأكثر أهمية بالنسبة إلي لصنع روبوتات شبيهة جدا بالإنسان. نحن أشبه بآلات جزئية، ذلك هو الإنسان. لذا، الآلات هي آلات، لكن الفرق هو المادة. أعتقد أنه لو تمكننا من تطوير تقنيات أكثر، فسوف تختفي الحدود بين البشر والروبوتات. ذلك هو تخميني. إشيغورو هو أيضا المؤسس المشارك لمشروع مسرح الروبوت. حيث تشارك روبوتات الأندرويد في المسرح مع ممثلين بشريين. هذه مشاهد من مسرحية ذات فصل واحد تدعى سايونارا. تحكي عن شابة تعاني من مرض عضال، ويقوم والدها بشراء روبوت ليبقى برفقتها. ثم تنسخة محدثة من المسرحية تجري أحداثها بعد كارثة فوكوشيما النووية، حيث تبحث المسرحية في مسألة الحياة والموت، والخصائص التي تفصل البشر عن الروبوتات. هناك فرق حاسم بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي، فالبشر هم التجسيد للنضال من أجل الوجود، وجرى تحسينهم على مدى ملايين السنين من أجل البقاء للحفاظ على ذلك الوجود. قد تعتقد أن الآلة لها تاريخ صلاحية غير محدد وأنها مخلدة، لكن في الواقع هذا ليس صحيحا، فقد تمتلك الآلة حياة أطول من حياة الإنسان، كما أن الآلات قادرة أيضا على الخوف من الموت. إن قمت ببرمجة آلة بحيث ترغب في العيش في هذا العالم، فسوف يتطور لديها خوف من الموت لتحمي نفسها. روبوتات إيشيغورو ليست قادرة على تطوير ذكاء مشابه لذكاء البشر، لكنها قادرة على الانخراط في محادثات بسيطة. سنقوم بمقابلة روبوت أندرويد اسمها إيريكا. قمنا بطرح عدة أسئلة عليها، والتي ستجيب عنها. ما الفرق بينك وبين الإنسان باعتقادك؟ أنا لست إنسانا بيولوجيا بلا شك كما ترى، فأنا مصنوعة من السيليكون والبلاستيك والمعدن. ربما يوما ما ستصبح الروبوتات شبيهة جدا بالبشر، ولن يهم ما إذا كنت روبوتا أو بشرا. على أي حال، أنا فخورة كوني روبوت أندرويد. بقولك إنك فخورة بكونك روبوت أندرويد، هل لك أن تخبريني مما يتكون هذا الفخر؟ كيف تشعرين بأنك فخورة؟ لقد بحثت في قاعدة بياناتي، ويبدو أنني لا أملك شيئا للرد على هذا السؤال. ماذا ترغب أيضا في أن تسمع بخلاف ذلك؟ تستخدم إيريكا نظام حاسوب غاية في البساطة، فهي ليست معقدة إلى حد كبير. فإيريكا لا تملك عقلا معقدا كما يملك البشر. ومع ذلك، بعض الناس ممن يتفاعلون معها يشعرون بأنها تمتلك مستوى معينا من الوعي. لذا أعتقد أننا بحاجة إلى التفكير في كيفية إعطائنا وعيا قريبا لوعي البشر للروبوتات. ما زال بإمكان البشر التحكم بأدمغة روبوتاتهم، لكن ماذا سيحدث إن نجحوا بإعطاء الآلات وعيهم الخاصة بهم من خلال استخدام ذكاء الاصطناعي المطور؟ يقول خبراء الأخلاقيات إن علينا التعامل مع هذا الوضع قبل أن يخرج عن السيطرة. بالنسبة إلي، بيت القصيد هو أنه لا يجدر بالناس الذين يتحدثون عن مخاطر الذكاء الاصطناعي أن يلاقوا النبذة وكأنهم رجعيون أو مثيرون للذعر. فهم يقومون بما يسمى هندسة الأمان، حيث يفكر المرء في جميع المساوئ المحتملة كي يضمن عدم حدوثها. بتلك الطريقة أرسلنا الناس إلى القمر بنجاح، وبتلك الطريقة أيضا سنرسل أبناء جنسنا إلى مستقبل ملهم باستخدام الذكاء الاصطناعي بنجاح. أنا متفائل لأننا نستطيع صنع مستقبل ملهم بحق باستخدام الذكاء الاصطناعي المطور إنفزنا بهذا السباق بين قوة التكنولوجيا المتنامية والحكمة في إدارتنا لها. لكن التحدي يكمن في أن خطتنا في الماضي التي كانت تقتضي بقاءنا في الطليعة في سباق الحكمة هذا كانت وما زالت تستند إلى تعلمنا من الأخطاء. فكما تعرف، اخترعنا النار أولا، ثم بعد الكثير من الحوادث ابتكرنا مطافئ الحريق. لكن في وجود شيء قويا بقوة الأسلحة النووية أو الذكاء الاصطناعي الخارقي للإنسان بوجه خاص، فنحن لا نريد تعلم من الأخطاء. فتلك استراتيجية فضيعة. من الأفضل لنا أن نكون استباقيين الآن على أن نكون تفاعليين باتباعنا للتخطيط المسبق وإنجاز الأمور على نحو صحيح من المرة الأولى والتي قد تكون المرة الوحيدة أمامنا. سيرين يورغين شميت هوبر الآن واحداً من أقوى الحواسيب الموجودة في العالم. يعتقد أن ذكاء الاصطناعية سيكون له تأثير هائل وإيجابي على المجتمع، لكن خبراء آخرين تنبؤوا بأننا على حافة نهاية العالم على أيدي الروبوتات. في الحالتين، يجب أن يخضع تطور ذكاء الاصطناعي لمبادئ توجهية أخلاقية صارمة، وإلا قد نصبح عبيداً للتكنولوجيا التي ابتكرناها بأنفسنا. موسيقى